بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام ونارش ومصالين أهلا بكم متابعين قناتنا تعلم حفظ المستقبل اليوم سوف نتعلم معا ونتعرف معا عن كيفية حماية الأرضية الرخام وأرضية الخشبية بالإيبوكسي الشفاف أو بالإيبوكسي اللاريزين فبقوا معنا أهلا وسهلا بكم من جديد اليوم سوف نتكلم عن الإيبوكسي الشفاف أو الإيبوكسي الخالي من المذيبات أو كما يعرف في الأسواق والأسماء التي يعرف بها في الأسواق وهي الإيبوكسي اللاريزين وما دوره في حماية الرخام وأرضيات أخرى مثل الخشب حيث يعتبر الإيبوكسي كمنتج لحماية الرخام وأعطائه لمعة حيث يقوم الإيبوكسي هذا بتشكيل طبقة تخفي عيوب الرخام إضافة إلى أعطائه طبقة لمعة تمنع امتصاص السوائل لتفادي المشاكل التي يتعرض لها الرخام بشكل كبير مثل البقعة حيث نلاحظ في هذا الفيديو إيجابة واضحة عن مدى قوة الإيبوكسي الشفاف أو الإيبوكسي اللاريزين في استخدامه في حماية هذه المادة شاهدوا كيف يقومون بتوزيع الإيبوكسي الشفاف بأدوات الإيبوكسي على جميع طبقة الرخام وحمايتها حيث يمكن وضع الإيبوكسي الشفاف على رخام المطبخ بعد تركيبه لكن بسرط أن يجب أن يجب صنفرة الرخام قبل وضع المادة شكرا للمشاهدة هذا فيما يخص الإيبوكسي الشفاف ويمكن أيضا يستعمال الإيبوكسي الشفاف لاريزين كحماية للأرضية الخشبية كما تشاهدون وهي تعطي لها لمعان جميل جدا وتعطي لها حماية للخشب ليدوم مدى طويلة ويعطي له منظر جميل جدا كما تشاهدون وفي الأخير هذا هو درسنا نرزمنا الله أنكم قد وضحنا لكم قوة الإيبوكسي الشفاف أو الإيبوكسي لاريزين في حماية الرخام وحماية أرضية أخرى فلا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركتها ذات الميديو ليستبدأ الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته